بأطفال تفوق بنادقهم أجدادهم النحيلة دفعت السعودية بالآلاف منهم لحماية أسوار حدها الجنوبي من هجمات الميليشيا الحوثية استغلت السعودية الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب فقامت بتجنيد أطفال للقتال معها نظير مبالغ مالية ثم تركتهم تحت رحمة الميليشيا التي قتلت وأسرت وجرحت المئات منهم عبر شبكات الإتجار بالبشر المحلي استطاعت السعودية تجنيد الآلاف من الأطفال ثم ألقت بهم في محرقة الحدود وفق وصف تقرير أعدته منظمة سام الحقوقية تقول المنظمة الحقوقية أن القنصلية اليمنية في جدة مشاركة في عملية التجنيد من خلال تسهيلها دخول المقاتلين إلى السعودية بمنحهم وثيقة تحمل اسم وثيقة سفر اضطرارية المنظمة أضافت أن الآلاف من المدنيين الذين اضطروا للذهاب للقتال دفاعا عن الحدود السعودية عملتهم المملكة كما لو أنهم غير موجودين ورجحت أن يتراوح عددهم ما بين ثلاثين إلى خمسة وثلاثين ألف مقاتلا على الحدود الجنوبية السعودية السعودية وفي محاولات للتخلص من مسؤولتها تجاههم تتهمها سام بدفن جشث هؤلاء المقاتلين دون إبلاغ عائلتهم في مدينة نجران في حين يحصل ورثتهم إذا علموا بالواقع على مبالغ مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة عشر ألف ريال السعودي وعلى الرغم من مرور خمس سنوات من الحرب إلا أن موازين القوى لم تتغير بل حدث العكس فبدلا من أن تكون السعودية حامية لليمن بات اليمنيون هم حائط الصد الأول الذي تحتمي به السعودية ولا ضير في ذلك وفق الأفعال السعودية إن كانوا من الأطفال غير المؤهلين لخوض المعارك ترجمة نانسي قنقر